من أعلى كثافة؟ مين الأعلى كثافة؟ لو أنا أحضرت مكعب هذا المكعب رقم واحد مصنوع من الحديد وهذا المكعب رقم تنين أيضا مصنوع من الحديد وسألت مين الأعلى كثافة؟ طبعا لأنه بما أنه أنا بحكي عن مكعبات وعن مادة فبالتالي الكثافة رح تكون متساوية الكثافة متساوية أسأل سؤال آخر وأحكي من أعلى كثافة؟ في عندك هاي الطائرة وفي عندك أيضا هاي الطائرة نفسها لكن تعرضت لحادث وصار فيها انبعاج من الأمام وسألت بما إنها هي طائرة نفسها وسألتك من أعلى كثافة؟ جوابك يامس رح يكون أن الكثافة غير متساوية الكثافة رح تكون غير متساوية طب مين الأعلى كثافة؟ حتى أعرف مين الأعلى كثافة خليني أكتب قانون الكثافة الكثافة بينا إحنا إحنا هون نتعامل مع جسم فرح أكتب قانون الكثافة الإجمالية الكثافة الإجمالية تساوي الكتلة الإجمالية على الحجم الكلي الآن الطائرة نفسها نفس الكتلة كتلة متساوية ما رح تطلع على الكتلة الآن الحجم في طائرة هذه رقم واحد هذه طائرة رقم تنين في الطائرة رقم تنين الحجم قل لما انبعجت الطائرة من الأمام تعرضت لحادث حجمها قل لما الحجم يقل ما الذي سوف يحدث للكثافة؟ الكثافة تزداد هذه قاعدة في الرياضيات نراجع مع بعض القاعدة أنا عندي هون بسط وهي بيمثل أيضا بسط وعندي هون مقام الآن لما المقام يقل البسط يزداد العلاقة عكسية هذا بيزداد هذا بيقل هذا بيقل هذا بيزداد علاقة عكسية العلاقة بين بسط العلاقة بين بسط ومقام عكسية الآن أنا عندي بسط بسط العلاقة بين بسط وبسط ترضية يعني فرضني الكتلة أنا حملت ركاب عدد أكبر من الركاب فالكتلة زادت الكثافة تزيد علاقة ترضية العلاقة بين بسط وبسط ترضية بهذا السؤال ما الذي حصل بهذا السؤال الذي حصل أن الحجم قل الحجم قل الحجم مقام ما الذي سوف يحدث للكثافة الكثافة بسط المقام والبسط علاقة عكسية بما أن هذا قل سوف الكثافة يحدث لها إيش زيادة إذن الكثافة هنا للطائرة التي تعرضت لحادث أعلى كثافة لأن الحجم قل الآن أنا لو طرحت السؤال بطريقة أخرى عشان نشوف بسط لو طرحت السؤال في نفس السؤال السابق ازداد عدد الركاب في الطائرة رقم واحد ما الذي سيحدث للكثافة في الطائرة رقم واحد عدد الركاب زاد عدد الركاب زاد يعني شو اللي زاد يعني كتلة الطائرة زادت كتلة الطائرة الإجمالية زادت الكتلة ازدادت ما الذي سوف يحدث للكثافة سوف تزداد إذن سوف تزداد كثافة الطائرة الإجمالية طبعا هالشيء سوف يؤثر وبالتالي سيؤثر على طيرانها طيرانها عشان هيك بيكون في عندك حمولة محددة لكل راكب انه ياخد معه وزن محدد لانه الكثافة الاجمالية بتكون محسوبة عشان ما تتأثر الطائرة ما يتأثر اقلاعها او هبوطها او طيرانها اذا احنا هيك بنكون انهينا موضوع الكثافة والكثافة بينا الفرق بين الكثافة العادية والكثافة الاجمالية الكثافة للمادة الواحدة لا تتأثر لا بتغير كتلة ولا بتغير حجم الكثافة للمادة اما كثافة الاجسام فهي تتغير بتغير الكتلة وتغير الحجم وتختلف لنفس الجسم في حال تعرضه لانبعاج او التواء او تحطم بتمنى تكونوا يكون الدرس بالنسبة للكم مفهوم سابع ورح نشرح لكم إن شاء الله درس المرونة بعتذر اللي إني اتأخرت عليكم فيه لا تنسوا تكبسوا سابسكرايب واشتكبسوا شير وضغطوا على الجرس لحتى يوصلكم كل درس بنزله أول بأول